في إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تواصل وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تزامنا مع الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة انطلاقا من دور الوزارة المجتمعية تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة المعيلات في المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية مشاركة من الوزارة المرأة الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الزباط دايما معنا في محافظة المينيا هنا ودايما مفرحيننا ودايما واكفين معنا في أي حاجة فرحانا أنتوا بتفتكرونا في أي وقت بتبتشمبينا وأي وقت طلبناكم اللاجيكم وشكرا شكرا عن المبادرة الحلوة دي الجميلة اللي انتوا عملتها لنا النهاردة وجدت وزارتونا في محافظة المينيا مبساطين علشان هم على طول معانا وواكفين مع الناس الغلابة وهم يجينهم لحد عندهم لما قربوا بعيد شعب لقيت في القيد ألف ألف شكر للوزارة الداخلية ألف شكر استعدونا على طول وتم من معانا والقلب ما يريدو إحنا بنحب مصر إحنا فرحانين بوجودهم ومنشكرهم دايماً الوزارة مفتكرنا بحاجة حلوة وربنا يحمي الشرطة والجيش يحميهم ألف مرة بنشكر الزباط طبعاً إن هما جووا من نهاردة والحمد لله دي مش أول مرة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ربنا يخلوا مصر شكراً وزارة الداخلية ونذكر كلنا واحد تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هنا ما بنعرفش محاق هنا رمضوا يا بلاد صوت ما يروقي رسي بها هنا ما بنعرفش الخوف متحدى في أي ظروف والمحضة عمينا إشادة كبيرة من السيدات بدور وزارة الداخلية في دعم ومساندة المرأة على مدار العام وهو تقدير لدورهن في بناء المجتمع وتحمل المسئولية وتبعات البناء والتنمية هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان كل زابط في شارع ما أتروح بشكره لأنه دول ولادنا وربنا يحميهم لأنه دول حمينا ولولا إحنا من غيرهم ما نكونش عايشين أيمين بدور جيد جداً جيد جداً وبصراحة مستيبين لبيت ولا مكان إلا لما دخلوه أنا سعيدة وفخورة باللي أنا فيه وبالحاجات الحلوة كلها اللي أنا شايفاه وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وينصركم ربنا لما قربوا بعيد شعب لقيت في الإيد والقلب ما يريد ألف يشوفوا للغزارة الدفلية الأمان وكل حاجة حلوة تعملوها لينا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هنا مصر اللي عشناها إباها هنا مصر أحلى لدي الدنياه يا أبلاقي هنا مصر هنا مصر اللي عشناها إباها هنا مصر أحلى لدي الدنياه يا أبلاقي ضباط وقفين في ظهر الشعب وربنا يجعلهم دايماً سند لينا وربنا يحفظ مصر وشعبه فرحونا وهم مش أول مرة مش حاجة تبضى عليهم هم على طول بيعملوا معناك لما قريبوك احنا بنشكر وزارة الداخلية عشان جابونا الهدية الحلوة دي شكراً بنا يخلكوا لمصر ربنا يخلكوا لمصر ربنا يخلينا مصر ويخلي وزارة الداخلية كلها هنا ما بنعرفش الخوف نتحدى في أي زروح أنا فرحانة بيكم بصراحة ويعني احنا كفاءة ان احنا قاعدين في امان احنا قاعدين انا طول الليل العربيات رايحة جاية بتاعة الشرطة من هنا انا حسة بامان ربنا يكرمكم ويبرك في عمركم يا رب مأموريات وزارة الداخلية والتي انطلقت على مستوى الجمهورية محملة بالمساعدات العينية المتنوعة استقبلت من قبل السيدات وبخاص المعيلات بترحاب كبير سواء في الاماكن التي اعدت لاستقبالهن او باماكن اقامتهن والتي حرصت الوزارة على التوجه اليها بالمناطق الاكثر احتياجا والاولى بالرعاية ما بيسبناش في اي موقف صراحة ما بادرت كلنا واحد صراحة دايما في اسوان هنا بتكون وقفة معانا وبنلاقيها في كل وقت هنا مصر اللي عشلناها ادباها هنا مصر احلى بلادي الدنيا دي يا بلادي هنا مصر هنا مصر اللي عشلنا مرسوطة جدا بجايتهم لينا وانهما فاكرنا دايما في ظهرنا وربنا يخليهم لينا هنا امرهن يا بلادي صفحي ربك رسي بلادي هنا ما بنعرفش الخوف نتحدى في اي ظروف والله مصروطة النهاردة ان انا ستوكم وسعيدة بيكم النهاردة وماشاء الله عليكم انكم ستوكم اصوان يعني مصر عليها العين وولادها الغالين من يومهم واقفين لللي بيعادي مصر هنا بلد الجدعان وما فيش بينا جبان في الشتة بيبان نشكر وزارة الداخلية على مبادرة كلنا واحد ويا رب هم ان شاء الله يكونوا دايما في ظهرنا ومعانا زباطي معانا في ظهرنا والدنيا كلها معانا وتحيا مصر نشكرين لسهذا الزباط مش بيسبونا خالص ووقفين في ظهرنا دايما مساهمات ايجابية واكثر فعالية من وزارة الداخلية باتجاه دعم المجتمع بكل فئاته وفي المقدمة المرأة وبخاصة المرأة المعيلة لتبقى وزارة الداخلية داعما رئيسيا للمجتمع على مدار العام ربنا يسترع عليهم الزباط ويخليهم لنا منسيبيننا وحرصيننا وربنا يسترع عليهم ويخليهم الزباط عاملين مجهود جاني يعني وقفين معانا ومرحبين بنا بجد يعني في كل الأوقات معانا وأنا فرحت جدا بالسادة الزباط عندما دخل علينا كده حسات إن أولادنا وإخواتنا معانا كانت ترخير المبادرة وكانت ترخير الزباط اللي جاتنا وسألت عالناس الغلاب لحدهن وإحنا كلنا واحد هنا مبنى عرفش محال هنا ربنا نقول يا بلادي صوتها يربي السبال يارب يخليها مصر ويعليها ويمصرها ويجعلنا كلنا إيد وحد هنا مصر اللي عشناها إيداها هنا مصر أحلى بلادي الدنيا يا بلادي هنا مصر مبسوطة خالص الحمد لله شكرا عليهم أن أنتوا فاكرين كلنا واحد فتح يا مصر يا بلادي هنا مصر انطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية وحرصها على إطلاق المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنها مبادرات كلنا واحد معك في كل مكان والتي جابت المناطق الأكثر احتياجا بكل محافظات الجمهورية لتوزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة السيدات المعيلات بهدف تخفيف الأعباء عليهم عبدالله بركات التلفزيون المصري